طب نهو بقولك إيه بقى؟ قولي ليه بقى سبتي كلية الأداب وروحتي درستي في المعهد؟ علشان أنا كنت عايزة أمثل وبما إن أنا كده كده هدرس طب ما ندرس حاجة أنا هشتغلها وحاجة بحبها بس طب هو بيفرق الدراسة عن أنت بس أنا ما حد يقولك أنني موهوب أدرس ليه؟ والله هي مدارس اللي شايف نفسه عايز يشتغلها من غير ما يدرس برحته واللي شايف نفسه طيبطي يعني أنا جاية باكي دبلوماسية يعني لأ أنا بقولك أنا عايزة أسمع رأيك رأي أنا؟ آه الشخص منع رأي أنا الشخصي بنان عن تفكيري أنا وبنان عننا آه لأ أنا أحب البن آدمي بقى أيوة والحياة بتعيد أغري بقى أيوة زي ما بيقولوا كده درس اللي بيعمل يعني إيه ستة تاخد سروة الرجل في حال تم الطلاق؟ إيه يا حبيبتي؟ يعني تاخدي نص سروته لو أنت طلقتي منه هذا الكلام ده برا مش هنه نحن هنا بنوف المحاكم لا ده هنا رأيك أي ودينيأجمل вам أماكن اق معنا أنا؟ مين؟ ما روحتيش each هيته لسه؟ إنشاء الله قابل وديني أي حيا يا شيخي بعد الشر يعني إيه ما كانتش درائيك إنه فيعلاً نفعله لازم الستة هنا في مصرを ăn نحن نحذر أقول لك ما هيرفقي ما هو الهيذار في أساس مهتي English لا ما أنا هقولك ده بقى من المشاكل بتاعة السوشيال ميديا ان انت ممكن تبي قاعدة ببرنامج حصل حاجة ما قبل وما بعد فانت قلت جملة في النصف يروحوا اخذيني الجملة دي وبنيين عليها بقى ومنشدت قد قالت كذا كذا وانت حضرتك انا قلت كذا لما كانت قال لي كذا لما حصل كذا لا احنا بن يعني انت مش مع الرأي ده الموضوع ده مذبي شوية وممكن يكون فيه ظلم عشان نكون حقانيين عممتي رأيك ايه عممتي في العملة؟ موضوع عممتي عايزة ايه قولي عقرب وعقرب ايه عقربين 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 يعني انتي رأيك كده انا مش رأيك كده رأيك انه ان احنا لو طبقنا قانون هنا كده يبقى اي رأيك انا عارفة ان انتي ليك دايما اراق يعني انتي زوفكر مش انا اضحك عليك وستي بتحبي دايما تاخدي موضيها بزار زوفك بالبيت عشان ما تتمسكش عليك اه ما بقى يعني مش عايزين احنا مش نقصين يعني حوارات بس لو خدتي نص سروته ايه اللي هيحصل انا مش عايزة نص السروة انا عايزة بس يقوم بواجباته ايه واجباته ايه واجباته ما هو بيجي وياكل وينام ومش عايز حاجة الراجل عالفاك الراجل ابسط من كده بكتير انتو الظلمينه طبعا ماشي صح ايه رأيك واجبات الراجل ايه وليلي رأيي في ايه واجباته ايه الراجل مفوض يعمل ايه واجباته ايه موجودة والله في الشريعة وموجودة في الإسلام وموجودة في الأديان كلها بس بتختلف من ست الست في ست تقولك مثلا انا عايزة راجل يكون بيصرف مقتدر انا عايزة الحنين جميل تقولك انا عايزة طيب صح انت جاوبتي هو على فكرة انت سألت سؤال وجاوبتي انا مانا مستضيفاني لا انت دلوقتي انت سألتيني سؤال وجاوبتي وانت بتقولي كل ست وعندها اولوياتك وعندها الحتيrale ايه اولويات نوحة عبديني انا اولوياتي ايه اه يحترمني يحترمك ازايه يعني يحترمني انا بحترم الراجل اللي معي جدا تحبي الراجل اللي يشورك دايما او يسألك يحترم وجودي في حياته مش لازم يبقى ماشي بمشورتي ومش لازم ان انا تحكم فيه ومش لازم هو يتحكم فيها نحترم بعض نحترم اختلافات بعض هو يحترم ان نزيل حاجات اللي أنا بحبها والعكس نحترم بعض بس يحترم اختياراتك لأدوارك أدوار؟ بكلم إحنا ليه بنتكلم في الأدوار؟ لا محنا بنتكلم دي جزء خلاص اتكلمنا رقا في الحياة في الحياة في كل حاجة ليه أن هو يدخل في الشغل؟ هسأل لك بطريقة آخر ليه طبعا أنه يدخل آه والتدخل ده غرض وإيه؟ إحنا برضو مش هبل هل أنت بتتدخل بتناقشني بتقول رأيك ولا بتتدخل عشان تطفش وتقفلني من الدور ولا بتتدخل علشان تتحكم ما إحنا برضو مش هبل صح؟ إنتي بتتكليش بكلمتين؟ لا خالص ده أنا بحبك يا نو بوسي أقولك على حالة أنا غيران عليك مثلا عشان بحبك أو أنا شاكك فيك عشان بحبك شاكك فيي ما كنتش تعرفني لو أنت شاكك فيي وشاكك في أخلاقي وشاكك فيي ام أعادك معايا روح للي أنت مشاكك فيها هو إيه اللي هيك بالراجل يبقى قاعد مع واحدة شاكك فيها طول الوقت؟ بيحبها بيحبها؟ خلاص يا يوعب بقى بشاك سمعت عن مصطلح التوكسك؟ السام؟ مش قلتلك إحنا عندنا إنتي عارفة نفسي في إيه بقى؟ إيه بقى؟ فاكرة يعني إحنا دخلين في المراس والفلوس ومش عارفة نفسي ده يحصل زي ما بيروحوا يجيبوا شهادات بقى اللي هي يعملوا تحليل قبل الجواز ومش عارفة إيه؟ يبقى فيه مختصين يعودوا مع بعض يعني زي كده اللي هو السرافي الصحة النفسية أيوة أيوة ده يأخذوا شهادة منه؟ طب إيه أنت لو روحت يا نوع يقولولك إيه تفتكري؟ لا أنا مش محتاجة روح أنا معدية يا جماعة أنا مذكرة من زمانة ده أنا معي قواميص الشيخ روح الشيخ